نحن هنا في مخيم الحرمل بمدرية الوادي في محافظة مأرب ظهر اليوم تماث كهربائي تسبب بحريق فأصبحت مأوى هذه الأسرة على هذا النحو وبهذه الصورة لمزيد من التفاصيل معنا هنا العائل لهذه الأسرة محمد سالم يحدثنا أكثر حول الاحتراق وماذا خسرت هذه الأسرة ظهر اليوم والله الحمد لله خسرنا يا أخي كل ما نمتلك هذا محل الحيوانات كلها حريقة غنم 13 راش الذي أنتهت حريق وهذا المطبخ بكل مقتنياته وهذا برضو مجلس للنشاء عرش داخلها فرش وداخلها زيد أدوات وشنيط وثنتين ثلاجات وهذا الشبكة الثانية مجلسة نشويها لا حجانة ولا كذا وشوف أنتهت على هذا الحال كلها لا وجه الله شبك الآن حديثنا عن أين تعيش الأسرة بعد خسارة هذه العششة التي كانت تمثل المسكن الرئيسي لكم وكيف ستقضون هذه الليلة والله أحبوا إلى عند حولية الجيران حقنا لا ما الله يدينا خيام ولا حاجة ونحل محل هذا الذي يحرك ركب خيام لا الله يدينا خيام ولا شيء ولا وبعنا نرجع نشكون مكاننا ما هي مطالبكم اليوم؟ مطالبنا إذا ما يفعلوا خير ويدون لنا أثاث ويدون لنا أدوات مطابق والله ما نجد الذي نطبخ فيه أي حاجة حتى إدباب الغاز وإذا أنها راحت الحمد لله على سلامتكم وعوضكم الله بالكثير إن شاء الله ولا أراكم مكروم مستقبلا مشاهدين الكرام هذا هو حال الكثير من الأسر النازحة في عدد من المخيمات المنتشرة على حدود مدينة مأرب أو حتى تلك التي هي داخل المدينة يحدث هذا في ظل تدخلات محدودة من قبل المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في مأرب والتي تواجه حالة سخط كبيرة سواء من النازحين وحتى من السلوطات مطالبات النازحين اليوم بتدخلات حقيقية تخفف من معاناتهم مستقبلا خليل الطويل قناة بالقيس مأرب ترجمة نانسي قنقر